مع تباشير الصباح وإشراق يوم جامعي جديد وفي داخل صرح من صروح العلم في هذه البلاد المباركة هنا في جامعة القصيم يبدأ يوم الحافل بالعلم والمعرفة حيث أدرس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية كأحد تلاب المنح الخارجية الذين قدموا من أكثر من خمسين دولة من كافة أنحاء العالم حيث انتذمت في الدراسة في المستوى الأول في الكلية بمحاضرات منتظمة على مادى أيام الأسبوع وعندما تنتهي المحاضرات وفي أوقات الفراغ يكون لنا جولة في أرويقة الجامعة حيث نستغل هذه الأوقات في الغالب بما يفيدنا وذلك بزيارة للمكتبة المركزية التي تزخر بالعديد من المراجع والمجلدات لمطالعة الكتب والاستزادة منها بما يفيدنا وعندما تواجهنا أي مشكلة في أمور الإقامة والسكن لا نتردد في طلب مساعدة من إدارة المنح الخارجية التابعة لعمادة الشؤون الطلاب حيث يذلل موظف الإدارة جميع العوائق التي تواجه طلاب المنح الخارجية وحين يحل المساء وبعد أن خدت قصد الكافي من الروحة في السكن الجامعي يكون لي موعد آخر من النهل من مناهل العلم وذلك بحضور الدروس المقامة في الجامع المجاور والذي يلقيها علينا نخبة من المشيخ الفضلاء في جميع التخصصات الشرعية بالإضافة إلى حضور حلقات القرآن الكريم والتسميع على مقرئ مجود ما حفظناه في هذا اليوم وتلاوة وعرض مقاطع الغد لنعود بعد ذلك إلى السكن الجامعي لنذاكر صويا مواد الغد ونحل الواجبات المنزلية المطلوبة منا ونختم يوما بالجلوس سويا مع الأصحاب لنتسامر معهم ويحاور بعضنا بعضا عن يومه الجامعي الحافل بالعلم والمعرفة